لا تغيبوا مظاهر الثورة الإسلامية عن مدينة قم طوال العام فبينهما علاقة خاصة تختزنها كل تفاصيل المدينة لكن ذكرى الثورة هذه المرة بدت مختلفة آلاف الإيرانيين وبمشاعر يطرى عليها الحزن والغضب حملوا صور الفريق الشهيد قاسم سليماني وجابوا شوارع المدينة متوعدين بالثأر لاستشهاده الولايات المتحدة فشلت من خلال العقوبات وفشلت من خلال اغتيال الشهيد سليماني في تركيع الشعب الإيراني نحن نؤيد الدولة الإيرانية والسيد القائد بعض الشباب لم يكن يشاركوا في هذه المناسبة لكن جارمة أمريكا بحق الشهيد سليماني دفعت الجميع إلى المشاركة هذا العام يدرك سكان مدينة قوم كما باقي سكان المدن الإيرانية أن عين الخارج تراقبهم فحاولوا الذكرى إلى مناسبة جددوا خلالها البيعة لمبادئ الثورة والسير على نهج الشهيد سليماني الأطفال قبل الكبار اخترقوا الحشود الغفيرة لم تمنعهم من المشاركة لا الظروف المناخية الصعبة ولا الأوضاع الصحية الحرجة وما زاد أيضا من ألاق المشاركين وتلاوينهم مشاركة أشخاص من جنسيات مختلفة هم الحققة والنصر العظيم في المحافظات العراقية التي سقطت على الداعش هم التي انتصروا على أمريكا وإسرائيل وآل السعود هم التي انتصروا على أعداء الأم الإسلامية أمريكا تريد خراب الشعب العراقي والأيراني الموت لأمريكا والموت لإسرائيل شعاران رددهما المشاركون على وقع الأناشيد الحماسية مع يقيمهم بأن موعد خروج القوات الأمريكية من المنطقة لم يعد سوى مسألة وقت الفريق الشهيد قاسم سليماني الحاضر الأبرز في الذكرى الوحيدة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية الإيرانيون أرادوها مناسبة لرفع صوت عاليا بوجه أعداء بلادهم والتأكيد على التمسك بنهج الشهيد سليماني وبمبادئ الثورة أحمد عبدالله من مدينة قم الميادين